أتركوا من بارح أن جهاز الفني المنتخم مصر بدأ يبص مرة أخرى على محمد هاني وهو كان عايز محمد هاني من الأول بس محمد هاني ما كانش بيشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي لما بدأ يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي أصبح في اهتمامات الجهاز الفني المنتخم مصر لعب آخر اسمه أحمد عبدالقادر لعب النادي الأهلي هو الآن في اهتمامات الجهاز الفني المنتخم مصر واحد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر يكلم عبدالقادر بالفعل وقال له ان كيروش مهتم بيك وكيروش معجب بادائك التزم الفترة اللي جاية شارك بشكل افضل الفترة اللي جاية عشان انت ممكن يبقى ليك تواجد في المعسكر اللي جاي مع منتخب مصر عايز اقول لكم حاجة احمد عبدالقادر كان من الاسماء اللي حطيتها قالوس كيروش انه ياخدها في كأس العرب قبل كأس الأمور الافريكية كمان بس ما كانش بيشارك اساسي مع النادي الاهلي وبالتالي ما قدرش قالوس كيروش ياخده معاه في تشكلته لكن هو معجب بالله معجب باحبد عبدالقادر وشايف انه هو عنصر مهم ممكن يبقى له دور في الفترة اللي جاية مع منتخب مصر هو ايضا هو فعلا لعب كبير ومهم جدا من لعيبة انا احترمي لعيب جدا اللي بيعرف يروح على المرمى اللي ما يفضلش يلعب عرضي اللي ما يفضلش يستخبى هو بياخد الكرة بيروح على الجون عنده المهارات والامكانيات اللي تسمح له ده عشان كده هو لعب مهم جدا واعتقد انه مش هيخرج من تشكيلة الآية الاساسية في الفترات اللي جاية